طبعا الموضوع هذا راح يكون عقوتهم اثنين في واحد اللي هو انشاء مجموعات في اللي هو الادرس بوك وايضا اللي هو مراسلة الاصدقاء اللي تعملهم في الادرس بوك المجموعة جروب بتنسيق حلو راح تشوفون في بقية المقطع تفتح برنامج الادرس بوك بعد ما تختار من هذا تختار على اول كونتاكت بعد تضغط اد جروب سمي القروب بالاسم اللي تبيض بحيث ان يكون مختصر بالحال هاد راح يسمي على اسم المثال تربل تي انتر بعدا اضغط اللي هو عند اللي هو خيار نيم زائد واستخدم بعدا التابس مع الكيبورد حط سامي اصدقائك مثلا علي اسم اللي اخر مثلا خالد ننزل تاب على اللي هو الاميل وحط ايميله مثلا ثاني ثاني وهكذا تضغط مرة ثاني اد نيو نيم و تضغط صاحبك الثاني مثلا محمد ثاعد تضغط له ايميله الثاني وكذلك تضع ايميل لصاحبك الثاني وتمشي على حالة هذي أضع لكم اسم فالف ايضا محمد حتى اسمك تغلط من كله وتضع ايميلها وهكذا بعد ما تخلص منه إضافة الاميل وكذلك الاسامي عندك سكي برنامج الادرس بوك وحق له الميل تفتح برنامج الميل تبترسل رسالة حق له قروب اللي سويته تضغط على خيار نيو ميسج تروح عنده خيار له الرسال يمين بس تضع له اسم القروب اللي اخترتك قوي شوي وتضغط انتر راح يحط لك دلشكل تلقائي اسامي القروب اللي سويته قب شوي اللي هو مثل ماشيته قب شوي محمد فهد خالد علي عبدالله محد اللي هو كان محمد وتضع له اسم الرسالة او اللي هو الرسالة تحط مثلا رسالة جديدة جديدة اسم الرسالة موضوعك يعني مثلا تحط مثلا صور جميلة وهكذا وتذهب بعدين عندي خيار له إضافة له الرسالة شوفوا معايش اللي راح يسويه بحيث نتوصل رسالة حق اللي هو القروب مالك بشكل منسق وشكل حلو يعني هادي صور جميلة تمنى عن تكتب رسالتك بعد ذلك تضف له الصور اللي بتحطها بالرسالة موضوعك اللي هو بتزل لهم من فما قلنا له صور على سب مثال راح خط صورة هذي وراح خط الصورة هذي اخر واحد منه بعد لازت ان بورد خط الصورة هذي مثلا خط الصورة هذي مثلا تسحب الصور بالسحب هذه الطريقة وتود تحط الصورة الثانية بهذه الطريقة هذه الصورة كبيرة جدا بس أنه مشكلة حولي كشان طريقتها حين خط الصورة كبيرة من تحت عندي كله الخيار هذي امج سايز نفطوط له اكتشول سايز حجم طبيعي تختار مثلا لارج ميديم سمول خلنا نختار له مثلا لارج راح صغر الكياهة صارت نوعا ما صغيرة منتناسقة مع له الحجم للرسالة تختار مثلا ميديم صغر الكياهة بحجم أصغر وهكذا ينفض عجبتني سايز الحجم هذا كافي كمّل رسالتك مع التحية سنقول بحط رابط تضغط على هذا الرابط للمزيد مثلا طيب اوكي حين رسالة شكلها عادي جدا شو راح اخلي التنسيق حلو شكل ممتاز في كذا طريقة نستخدمها بس بوريكم الطريقة اللي هو أنسب لكم إن شاء الله ضلل على الهول الكلام شو قدامكم مالش ضلل على الكلام من هنا بدنا روح أقله الفونت اختار الحجم اللي يناسبني مثلا خنقول مثلا الحجم هذا واختار نوع الخط area مثلا لاك شمش ما صار الخط معه يعني خط نوع ما شكله منسق وشكله حلو تحت الرابط أنا شلي بسوي مثلا بضيف رابط أعلم على الكلام هذا right click link add link بحط اللي هو الرابط اللي بحطه حقش من الأشخاص يضغطون عليه حطت رابط موقعي واضغط اوكي صار رابط كذلك بسوي الخط كامل أنا شلي يسوي دائما بشكل تغطائي أعلم على الموضوع كله كامل أو الرسالة كلها control a أو command a بالماك والفونت أختار الخط اللي أبي فصار جميع الخطوط نفس الخط اللي أنا اخترته خط حلو شكله منسق ومريح لعين طيب ما زال الشكل الرسالة معاجب من شهده يسوي كذلك أضغط عليه مثلا command a كله واروحك فوق format alignment أو المحاذة وخلي center صارت الرسالة بهذا الطريقة توصل حق اللي هو المجموعة لقروب مالك بشكل حلو منسق جدا ثم مثل ما تشوفون قدامكم ثم ثم تضغط له send طبعا نضغط ال send ما رح ترحق الرسالة حق أي ناس لان الردي اسم الإيميلات غلط أيضا في حال ان كذا مسول له signature أو له توقيع أنا حاط توقيع مثلا تختار له توقيع hornet رح يظهر في آخر الرسالة تحتيني تحت بشكل تلقائي رح يكون على الشجال يسار أنت تختار وانت تحطه مثل فورمات نفس الطريقة علم على اللغة الخلي باليمين ولا center ولا write خلقوا ال write صار بطريقة هذي بالجهل اليمين في هذا الطريقة توصل الرسالة للناس اللي عندك بشكل حلو جدا مثل ما توصل لك إيميالات من القروبات فهذا الطريقة لأن أغلب الأشخاص اللي عندهم نظام Windows يتعاملوا مع الهول front page بعمل اسمه رسالة ب HTML بس مع الماك هذي الطريقة جدا سهلة مجرد drag and drop سحب وإفلاق الصور داخل وتنسيق كامل تجعل الصورة برابط كيفك ينس ما تسوي بالfront page بس تسوي هنا عندك في الهول برنامج جميل بعد ذلك ترسيل رسالة send وتوصل لأصدقائك بطريقة حلوة إن شاء ما أتمنى فاتكم الدرس هذا السريع اللي طريقة التعامل مع البرنامج الميل مثل ما قلت لكم اللي هو تسوينا درسين في درس واحد اللي هو عمل جروبات تسوي له جروبني عندك في البرنامج اللي هو address book وبعدها تحط له رسالتك بمجرد اللي هو اختيار مرة ثانية قلنا لكم تبت ضيفهم ما تبت ضيف ربع كلهم يعني ايميل ايميل بس اسم القروب اللي سويناه في address book اللي هو triple T تضغط enter راح يضيف لك الايميلات الموجودة في القروب كلها بشكل تلغائي بمجرد ما تعلم على راح يطلع عندك الايميل ما له بتعرف ان هذا الايميل في استقائك وطبعا لا انسى ان الميزة حلوة بعد في البرنامج لاصحاب اللي هو copy paste او اصحاب اللي هو اللي تعاودين ان يسوون copy paste الحلو في انك تقيت سوي copy حق موضوع مثلا موضوع هذا حين بسوي نسخ كامل حقه واخذها copy واروح اقل الرسالة نفسها الرسالة نفسها وصوي paste راح ينسخ لي الموضوع كامل بالصور مثل ما هو بالضبط اللي عليه بس مجرد اني اسوي له فورمات حقه align باقول له مثلا right صار بطريقة هذي او اقدر اخليه مثلا center اذا انا حاب ان اصوي center وترسل الايميل مثل ما تشوف الطريقة هذي يعني حق اصحاب ال copy paste اسهل من طريقة هذي ما اعتقد فيه بعد يعني موسيقى 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 موسيقى